اهلا بيكو في فيديو جديد من قناتكو ايش بشان جيمرز غولد معكم محمود بيبو حلقة جديدة ودهسكو في دراجون سيرفايفر وتكملة القصة طبعا في ناس كتير مهتمة بالقصة وبيقولولي يمكن مستمتعين بالقصة وبحكي القصة لان القصة صراحة ممتعة جدا بعيدا عن اللعبة نفسها في ناس يمكن حاسين اللعبة وطيقة شوية ولكن اللعبة بتتطور وبينزل منها تحديثات يمكن على طول وان شاء الله هتكون احسن في الفترة جاية واحنا بنبدأ الفيديو بتاعنا ان شاء الله بنفكركم بهدفنا ان احنا يوصل الى عشر تلاف مشترك بمساعدتكو فاي حد بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابع يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجلس ويلا بينا نروح الى المكان اللي احنا وقفنا عنده. اخر المكان يوقفنا عنده هو ان احنا نروح الى لو تفتكر احنا رحنا المكان الفورترس وصلحنا الاسنسير وطلعنا فوق وبعدها طلب مننا ان احنا نروح ندور على مجموعة من الحقائق تده جوه اه كهف منها كهوف وبعدين لقينا ان الكهف في مكان مفروض ان الانفرنو اه او الجماعة بتوع اللهيب دول كانوا بيعملوا تجارب فيه. هي المفروض ان هو مكان كانوا بيتضربوا فيه. فيه بيجيبوا فيه العساكر وابتدوا يتضربوا. والمفروض ان ابتدوا يعملوا التجارب طبعا احنا عارفنا ان هما كانوا بيعملوا التجارب فيه تحت المدينة بتاعة برج دي. وابون جارب هنخش طبعا المهمة بتبقى بتاعتنا ان احنا هنخش نقتل الزعيم بتاع المكان او البص اللي موجود في المكان. ولكن ناخد بالنا طبعا ان المكان برد جدا. فلازم ناخد معنا اكل. او حاجة من الحاجات اللي بتعالج الحرارة. زي ايه? زي الاكل ده. تمام? دي مسلا شربة. فبتزود درجة الحرارة. ناخد بنا بقى على درجة الحرارة. فوق اهو الاكل والشرب. آآ على يمينه على الشمال تحت الصحة. تمام? موجود في النص علامة التلمومترا كده. وهي دي درجة الحرارة بتاعتنا. المهم. خلينا نكمل في الكلام او في القصة نفسها. لما رحنا هناك. ده يمكن الزعيم بتاع المكان. المطلوب ان احنا نقتله. هو مش قوي قوي. او طبعا هو مفروض انه عملاق. ولكن احنا نعرف قصتات العمالقة. لما رحنا هناك. عتلنا الرابل. خلصنا المهمة وكل حاجة. ولكن هو بيكلم عن ايه اللي حصل هناك. هو لما رح هناك. لقى حبة مخطوطات ولقى حبة آآ قصار عن تجارب كانت بتفسر هناك الى العساكر اللي كانوا بتضربوا. مجموعة من العلماء بنفس الاسطوب اللي لقى الكلام موجود فيه تحت مدينة بورج. كانوا بيعملوا تجارب على العساكر. العساكر كان بتيجي هنا تتضرب. فكانوا بيعملوا عليهم التجارب. والتجارب دي كانت بتقويه. بياخدوا القوة من الارواح اللي موجودة. وابتدوا. يعملوا عليهم التجارب ده وابتدت العساكر تبقى قوية. طبعا في مساجين زي ما انتم شايفين اكيد في وسط العساكر دول كان بيبقى فيه ناس معاقبين او كده. المهم ان لقى في وسط الكلام ده ان في مرة جي زعيم من آآ القاضة اللي موجودين في الحسن او في ارض التدريب دي. وطلب آآ مجموعة من العساكر اللي هم ابتدوا ياخدوا او يتعامل عليهم التجارب وابتدوا ياخدوا الصحة او القوة من الاحجار اللي موجودة والارواح اللي موجودة طلب منهم بامر امبراطوري. يعني الامبراطور كان عالي. جاب لهم امر امبراطوري انه هم يطلعوا حملة. وتكون الحملة دي من الناس او من العساكر اللي آآ خدوا من القدرات بتاعة الارواح موجودة للموجودة هنا في المنطقة. او اللي تعمل عليهم التجارب. تمام? نفس التجارب اللي تعملت في برك. آآ كان العلماء كانوا بيعملوا عليهم ان هم يمتص جسمهم هذه القدرات بحيث ان هي تديهم قدرات اكبر. اخو بلنا الكتاب اللي احنا رأينا ده الكتاب ده هنشوف هيصلح ايه? طبعا احنا شفنا الكتاب اللي بيصلح الاسنسير هنشوف الكتاب ده بيصلح ايه برضو? المهم ان هوا راحوا الى مكان موجود جنب منطقة. فيها بوركان اسمه ديكري. هو كهف جنب او البركان نفسه اللي اسمه ديكري. تمام? وكان الغريب ان ده يمكن في نفس الوقت قبل ما ييجي تيجي العاصفة وتيجي يحصل الهجوم ده. تمام? او كمان يحصل الهجوم على القاعدة بتاعته او الفورترس اللي هو كان موجود فيها. طبعا احنا عارفين ان هو ده يتقص خالص ان انت كان عسكري وشوفنا يمكن اللي حصل في اول قصة ويمكن لما لقى الكلام ده اثر فيه جدا ويمكن قاعد يعيط لفترة كبيرة لانه حس ان الخيانة بقت واضحة. الخيانة بقت واضحة من الانفيرنو ليجن ده? وهو مش عارف طبعا هل الامبراطور كمان كم معاهم? ولا لأ? هم سابوهم? كانوا بيعادين بيعملوا تجارب عشان يقول عساكر بتوعهم? ايه هدفهم? احنا لست مش عارفين? الهدف ايه? وده يمكن اللي خلاه يحس ان هو كل اصدقائه اللي كانوا موجودين في الحسن كلهم اتباعوا وكلهم ماتوا. ويمكن هو ده اللي فضل عايش. او الشخصات بتاعتها كده الوحيدة اللي فضلت عايشة. وعشان كده هو بيحاول يوصل الى الحقائق. طيب قرر انه هيروح تمام? الى المكان بتاع الكهف. طبعا المكان بتاع الكهف موجود زي ما قلنا في جنب كوركان. فاكيد هيبقى في الحتة اللي فيها يمكن الحجارة او المكان هنا جاينت كيف اهو. تمام? طبعا احنا كل ده احنا ما كناش عارفين ان هو فيه جاينت بس عشان هو اسمه كده في اللعبة. ولكن احنا هنكمل مع القصة هنعرف ليه متسمي الجاينت كيف. مكان طبعا زي ما انتم شايفين مكان غالبا هيكون فيه الحتة اللي فيها البراكين لو تاخدوا بالكم الحتة دي يمكن فيها براكين وفيها كده بركانة اهو. تمام? اه فيه هنا يمكن المكان بتاع الدراجون وادي اهو. المكان بتاع الدراجون او تمام? هو قرر انه يروح. بعد ما لم نفسه كده والراجل قاعد يعيط وضايق جدا فقرر ان هو يروح الى المكان يدور على المكان بتاع الكهف ده. تمام? طبعا فيه اشارات فيه الورق اللي لقاها وفيه الخرايط اللي موجودة بتاعت والكلام بتاع العلماء والكلام بتاع الانفيرنر اه اللي موجود الحاجات اللي لقاها يمكن فيه الارض بتاعت التدريب. فالمهم بيقرر انه يروح هناك. مجرد ما بيروح هناك. بيلاقي مكان فين قاعد يدور كتير جدا على باب الكهف. وقرر انه يخش بقى يوصل الى الكهف قاعد يلف يلف يلف. ولاخد بدنا هنا يمكن المطقة صعبة جدا حتى الزي ما تشايفين كده يعني الزيب اللي تنسي بتاعته تلاف وامتين كاراكتر او بقى لفل واحد وخمسين او الشخصية بتاعتي بقى لفل واحد وخمسين. طبعا احنا يخبرنا ان فيه مناطق ما تدارش تروحها غلوين ترفين معين. فده مهم جدا انك تبتدي تلفل وتبتدي اه تعليف مستويك. ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده عن اه ازاي تقدر تاخد كتير واتكلمنا عن اكتر مكان تقدر تاخد منهم او خبرة وفي المشروبات اللي تقدر تاخدها وفي حاجات كتير تقدر تعملها برضو جوة اه الكلان او جوة حالة مفتاعك تديك برضو طاقة اكتر او تديك اه نقاط خبرة اكتر بحيث انك تلبل المكان هنا برضو في اه المكان لو تاخدوا بالكم ان المكان الخريطة لما بصنا عليها هي مكان فيه في اخره باب. مهم. خلونا نكمل القصة. انا كده كده بنسفرج على اللي بيحصل. مهم ان هو قاعد تعب جدا عبال لما قدر يوصل الى مكان الكهف. دخل جوة الكهف. وابتدى يدور فلاق علامات حرب وصراع. تمام? ويمكن كان في الكلام اللي هو قرأه بتاع العلماء ان هما معرفوش ايه اللي حصل فيه. لما الناس رحت الكهف. معرفوش ايه اللي كانوش معهم من العلماء. ولكن كتبوا ان لما الناس رجعت العساكن لما رجعت من الكهف ده. كانوا مصابين اصابات جمدة جدا. وان الطاقة بتاعت التجارب بتاعتهم اللي الطاقة بتاعت الارواح اللي جواهم كانت مكسرة وقرأوا ان هما حتى عاملوا ساقيتها اخترعوا. طوبة تقدر تاخد الطاقة بتاعتهم من جوه الناس. لان ما كانوش عابتين اللي عساكن كانوا بتموت ويعني متأسفرين جامد جدا. وما كانوش فاهمين ايه اللي حصل. يعني ايه اللي حصل. الناس طالعين حملة. راحين يبصوا على مكان في كهف وامر امبراطوري. رجعوا متدغدغين ومتدمرين. فلما انا رحت الكهف اكتشفت ان كان فيه سرعات وكان فيه مخالب وضرب والدنيا بايزة جوه الكهف. بس الصراع ده الزاجي ما بين العساكر وعندهم قدرات اعلى واخدين طاقة من الارواح. وما بين القدرات نفسها اللي موجودة بتاعت الارواح او الناس اللي كانوا بيحاربوهم من الارواح برضو. وكانوا رايحين اتخلصوا منهم من المكان ده. وكان بيستغرب ان لأ هو ليه ازاي ده يحصل. المهم مجرد ما بمشي وانا ماشي جوه الكهف مرة واحدة سمعت صوت. صوت عالي جدا. وبيقول انت حرامي وانت جاي تعمل ايه? بتاع وبيبص لأ ايه? زي ما انتو شايفين كده او عمالقة. استغرب جدا. العمالقة اختفوا من خمس ومئة سنة. قبل ما الامبراطورية تبدأ. قبل ما الامبراطورية اللي احنا فيها دي تبدأ. اختفوا. تماما. ما بقاش موجودين. طب ازاي رجعوا وازاي ما كانهم هنا? وهو حتى كان بيتكلم مع نفسه. ان العمالقة اه اقوية جدا. جدا. يعني خلينا نتفق انهما اكيد ضخم يعني حد ضخم زي ده كده. وانا طبعا ناخد بالنا ان احنا لقينا بيضة بتاعة الروج دراجون. يعني يمكن عندي المكان بتاعها وهنشوف. عندي المكان بتاعها ولكن مجدش لاقي البيضة. البيضة جبناها من هنا من جو كاف بتاع العمالقة ده. هو كان استغرب انهما اقوية جدا ولكن مش اسكية. قدرته برضو. بدنية عالية. ولكن هو سهل انه يتخلص منه. هو ويلت ان اني نمعاه. فكان سبب استغرابه ان ازاي العمالقة حتى لو كانوا هم اللي قصروا او هم اللي ضربوا العساكر. وهم اللي يعني دغدقوهم كده وخلوا آآ خلهم راجعين من الحملة آآ الورق اللي احنا لقيناه والكلام بتاع العلماء بيقولوا الناس كانت راجعة ميتها يعني. فازاي? العمالقة ما يعملوش كده? آآ هم اقوية وكل حاجة ولكن برضو لهم قدرات. تمام? يعني قدراتهم البدنية عالية. ولكن ما يقدروش يتغلبوا على الارواح وعلى العساكر اللي واغدين قدرات من الارواح والسولز اللي موجودة صعبة جدا. كنت مستغرب ازاي ده حصل. وخصوصا ان هما بقلهم خمسمائة سنة مش موجودين. يعني احنا مش عارفين هما فين. محدش بيشوف عمالقة. ناخد بدنا ان العمالقة غير العمالقة العاديين اللي احنا بتشوفهم. يعني وانها واضح ازاي ما انتم شايفين كده. آآ احنا شفناهم في احداث وشفناهم في حاجات تانية ولكن غير اللي احنا بنشوفهم. احنا خاربنا الموت الاحياء او الجيوش الميتين. وجيوش السقيعة. كل ده طبعا احنا الانفنر راجل وزي ما انتم شايفين هنا لازعين بتاعهم قوي جدا حداشر الف صحته. ولكن ها يقدر نتغلب عليه لان زي ما قلنا هما اقوية ولكن مش اسكية قوي. ضربتهم يمكن قوية اهو بتأثر ولكن طبعا بمساعدة التنين يعني اعتقد ان احنا هيبقى سهل زي ما انتم شايفين بيأثروا علينا ولكن الحمد لله اتنين. ومن وسط يمكن المهمات اللي انا اخدتها من الراجل اللي هو جنب الباب كان ان انا اجمع آآ بتاعته بتاعت او الروح بتاعت اللي موجود ده اهو تمام? ولقينا حاجة مهمة جدا وهي سلسلة. ودي اول مرة نلاقي سلسلة. تمام? ودي هنا يمكن المهمة الجايزة بتاعت المهمة. المهم. بعد ما عدت اشوف طب هو الناس هنا جاتت هادب ليه? وايه اللي حصل? حتى اه اشوف. ايه اللي حصل? لان مش الطبيعي. ان العساكر اقوية جدا بتوع لانفرن اللين. وكمان واغدين طاقة وواغدين معمولة عليهم تجارب. يجوا يتضربوا في الكهف ده من مجموعة من العمالقة. طيب. عمال ايه اللي حصل? يعني ما هو العمالقة كان مختفيين. بيرجعني تاني الى مكان ان هما مفروض في وسط الولاء ان هما قبضوا على ناس وودوهم السجن. السجن اللي هو راس بريزون. وده يمكن بيرجعنا لحاجة من اوائل الحاجات اللي كانت موجودة في القصة. لما اتكلمنا على السجن وعلى الراجل اللي كان آآ آآ اسس المدينة. آآ فين المدينة اللي احنا بنكلم عليها. اللي هي آآ آآ تمام? وطبعا هنا لما باجي. ادوس عليه قول لي انت ومفروض تبقى لفل اتنين وخمسية عشان كي كنت بقول لكم من اتكلم عن الليفلات. فبيرطلق من هنا اروح براس بريزون ده. وابتدي ادور على الناس اللي اتقبض عليها ساعتها وودوهم الى السجن ده. طبعا احنا في هذه الاسناء بعد ما رجعنا هنبتدي نحط آآ التنين او اللي موجود طبعا آآ انا كنت لقيت المخطط بتاع البيت بتاعه او النست بتاعه العش بتاعه. وبنيته وما كنتش لقيت التنين. انا كنتش عارف التنين فين. لان ما كملتش القصة. فبما ان انا ما كملتش القصة هو ظهرلي المكان بتاعه او ظهرلي البيت بتاعه النست. لاش? وما كنتش لقيت البيتها نفسها. فدروقتي بقى ان احنا لقناها. خلينا نروح طبعا هنحطه جوه الهاتشري او. المكان اللي بيفقسه فيه البيت. تمام? وهنحط له الحاجات بتاعتنا اللي موجودة. يمكن فعل اللي انا حاب تقطن هنحطهم. وهنستنى بعد المقصعة يمكن قطنه زي ما نشايفين الجراس وآآ بنحط جهزه المكان كده وهو بيقعد نصف ساعة بيبتدي عد عشان يقدر آآ ندخل او يقدر البيضة تفقس يعني ويمكن هنا المكان زي ما انتم شايفين المكان آآ بتاع العش بتاعه هو ده اللي موجود بنيته وكان ظهر لي المخطط بتاعه فبنيته ولكن ما لقيتش قال التنين والحمد لله ان احنا رقينا البيضة بتاعت التنين. ولسه زي ما انتم شايفين هو هيفتح في ستين. بنرجع يمكن بعد شوية وخلاص بعد نصف ساعة بيقول لي التنين بتاعك جه وادي اهو التنين موجود تقدر تستخدمه هيبتدي يتخط في مكانه. انشط رجل ده انتم بتده يفتح لي مكان وهنا طبعا الاسم بتاعه. هنا يمكن سمينا بتاع الفويد ارسر مورجن بما ان احنا كده بنلعب في سمي ده مسلا بطش اي حاجة طبعا نتبسمي اي حاجة طبعا ببراختك. وهم ان احنا هنستنى لحد ده لما نعلى الى مستوى اتنين وخمسين عشان نقدر نروح الى بريز آآ بريزون او السجن بتاع بريز ونشوف ايه تكملت القصة بتاعتنا وايه اللي حصل من ومين اللي اتقبض عليه وايه وادوه السجن ده. احنا يعني الناس اده غضغت وضربت وفقدوا الارواح بتاعتكم. ولسه مش عارفين مين اللي اتقبض عليه. هنشوف الكلام ده في الفيديو الجاي ان شاء الله واحنا بنقف الفيديو بتاعنا بنفكر كم بهدفنا ان شاء الله ان احنا وصل ايه ده عشر تلاف مشترك بمساعدتكم. فاي حد بتفرج علينا مش دايس عزرامو طابع يدوس عليه وكمان يفعل صرار الجرس. واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم.